لا إله إلا الله محمد رسول الله يا سين والقرآن الحكيم إنك من المرسلين على أفراط المستقيم لنزيل العزيز الرحيم لتوذر قوما ما أوذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في يعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقال فهم مطمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأرشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أوذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من انتبع الذكر وخشي الرحمن للغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحكي الموتى ونكتب ما قدموا آثارهم وكل شيء نحصيناه في إمام مهين واطلب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا فعززنا مثالثين فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما آتم إلا بشر بذلنا وما أرزل الرحمن من شيء إن أمتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم مرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لإن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم فينا عذاب أليم قالوا طائر معكم أين ذكرتم بل أرد قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرموا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي سطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة إني يرد للرحمن بقتل لا تغني عني شفاعة شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي طلال مبين إني آمنت لربكم فاسمعون قيل دخل الجنة قال يا نيت قوم يعلمون بما غفر لي ربي واجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محطرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم هو الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقد لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكلهم في فلك يسبعون وآية لهم أننا حملنا ذريتهم في الفلك المشعون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في الظلام المبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين لا ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخسرون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفح في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقبنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تؤلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شعور فاكهون هم وأزواجهم في الغلال على الأرائك نتكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يبدعون سلام قولا من رب الرحيم وامتاس اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن يعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أقل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوا اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفوالهم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنا يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمدهم ومن نعمدهم نكسم في الخلق أفلا يعطبون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إنه إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القرن على الكافرين أولم يروا أن خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكم وذللناها لهم فمنها رقبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ننصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم يرى الإنسان أما خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثله ونسي خلقه قال من لي يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخطى نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكت كل شيء وإليه ترجعون ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر